مرحبا بكم ميلا كنتو من عشق السرديل اجيو اليوم اه غادي نحضر واحد طوال اللي كتجي رائعة ولديدة وكيف ما كيبال لكم كتجي محمرة وبنينة وغير لوينات ديالها رغيبيين ولكم المعنى اول حاجة قبل ما غادي نبدو الوصفة اليومي لكنت اول مرة كنت تصدفوا القناة ديالي كنتمنى تدعموني وتباك تجيو هاد الفيديو مع الاصلقاء والاحباب ديالكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زي الجرس اول حاجة هنا يا بالنسبة للخضر غادي نحتاجو البصلة الفلاح الحمرة وغادي نحتاجو واحد شو ديال الففلة حارة بالنسبة للبصلة غادي نحتاجو غاين نصف ديالها ما غاديش نطيبوها اول حاجة غادي ناخدوها غادي ناخدو ديك الففلة الحارة ديالنا غادي نقطعوها من طبع تلحان الناس اللي ما كيعجبوهم ش الحار ممكن يستغنو عليه وغادي يبدلوه بالفعلة في الالوان هنا غادي نحط الففلة الحارة وغادي نقطع شوية من الففلة الحمرة ممكن نزيد الفلفلة الصفرة والخضرة غدا نقطع البصلة ديالنا كيني الناس اللي كي طيبوا هاد البصلة ولكن صراحة انايا ما كتعجبنيش البصلة طيبة مع السر ديال هكذا كتحيد لنا ديك لنكها ديالو من بعد ما قطعنا الخضار غدا ناخده واحدة ولا غدا ندخلوها الفران انا دخلتها كما هي ممكن تمدروا القاعد ديال الفرن ولا ورق الفرن غادي نستفو السر ديال ديالنا من بعد ما شللنا شوية بالماء يعني ما كنا نديروش في البانيو ديال الماء وغادي نغسله غادي نغلنا ندوزهم تحت الروبيني غير مش تعطي لنا شوية خطرنا انا غادي نستفو دك لحوت ديالنا كامل في الطاوة بالنسبة لنا هنا كيف ما غادي تشوفو معايا را ما درت حتى شي نوع ديال الدهن ولا حتى شي نوع ديال الزيت لان السر ديال في هاد لقيتها ديال الصيف كيكون شوية مش حمو ممي الدم كيف ما كان قولو ما كيحتش منا نديرو فيه نهائيا حتى نوع ديال الدهن ولكني لك انتو غادي تحضرو هاد الطاوة في الشتوى كيكون شوية الحوت ممي الدم شو كيكون ناشف من الاحسن انكم تديروا واحد شوية زيت الزيتون ولا الزيت النباتي من بعد ما مستفنا ديك داك الحوت ديالنا غادي نزيدو عليه الفلفلة ديالنا الحارة غا نزيدو عليه الفلفلة الحمراء كي عجبني ندير هاد الخضيرة في الاول كتطب معا داك الحوت ديالنا هكذا كتجيني واحدة واللي هي الديدة ومن بعد كنخلي البقية ديال الخضر كنديرهم كيكونوا شوية ما ما طيبينش من بعد غادي ناخد واحدة شوية ديال الملحة غادي نديرو على الوجه ديال السرديل انا مكيعجبنيش نكتر بززاف الملحة ولكن وخايا كذاكرا مكيشرب هاش السرديل نهائيا لان انا كنحيد ديك القشرة وكتحيد مع ديك الملحة من الفوق من بعد ما درت الملحة في الطاوة غادي ندخلها الفران حتى غادي طيب وغادي تحمر لنا الوجه ديال الحوت ديالنا وهذا هو الشكل دياله هنا انا gideقعد نزيد الخضرين ديالنا مغادي نزيد طماطم القرازية ممكن ايضا تديروب مق Image répondات وقّطعات حيدون لها شوية زراءة وغادي تحديات بدلهما من سخنطته غادي كنا نزيد واحد شوية ديال الفلفل الخضرا اللي رد شكم قطعة مربعات فرقاق غادي كنا نزيد واحد شوية الفلفل الخضرا هات الخضر ليو احد يتمتي 올라59اد 일�igne الحوت ديالكم ومن طبيعة الحال ما قديش ننسى المرافق ديال ديال السرديل هو الباصل كتجي واحد من كاللي ديده بالسف غنزيدو الباصل الخضره اللي ما طيباش ومن بعد هكدا غدي نقدمو الطوى ديالنا بهالطريقة كتجي واحد طوى اللي رائع يا البنتغي جربوها ان شاء الله ما غديش ندمو عليها وكانت مني لك انتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ما دخلوش عليا اشتركوا في القناة ديالي وفعلوا ازل الجرس باش يوصلكم دائما جديد لفيديوهات وجديد الوصفة ديالي هكدا غديتدعموني ان شاء الله وغدي نستمر قرحة لكم في الفيديوهات وان شاء الله انتظروا مني بزاف ديالفيديوهات اللي غديعجبوكم كلها هي وصفة ناجحة هنه كيف ما كيبال لكم غدي القشر دك السرديل غدي نحيل ديك لالقشرة كامله وهكدا كتمشي معاك ديك الملحة انا غدي نقرب لكم شوية باش شوفوا كيف شكي يجي عن قر من بعد ما قشرنا نحيل ديك الحيمة البيضة هي اللي كاتكال كلنا كنعرفوا الفوائد الصحية دي السرديل وبالسرديل بها الطريقة بلا يدام بلا كترة المقونات كتجي واحد طوال لدي دي دي البنات وهد الحيمارة كتجي خيالية غدي ندير واحد شوية ديال البصلة وواحد شوية ديال مطيشة وغدي ناكلها معاك دي السرديل وبسلام في الصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة